تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة اتساءل بعض الإخوة عن الفرق بين عبارات أتت فيها في آية المواريث كلمة مثلا النصف لوحدها ما الفرق بينها وبين مثلا النصف مما تركتم والجواب أنه كما أثبتنا سابقا أن العبارة عندما تأتي مثلا ثلثا ما ترك فهذا يعني أن حصتهم تقسم عليهم أولا ثم الباقي يأخذه بقية المذكورين بينما لو قالت الآية الثلث مما تركا فجعلت الثلث معرفا بأل ثم أضافت الميم إلى عبارة ما تركا فأصبحت مما تركا فعندئذين كما أثبتنا سابقا يأخذ هذا الوارث حصته مما تبقى وليس من التقسيم الأول هذا واضح ذكرناه من قبل لكن السؤال كان ما الفرق بين الثلث مما ترك مثلا وبين الثلث فقط من غير أن يقول عبارة مما ترك ما هو الفرق؟ ليس هناك من فرق لأن الآيات تريد الاختصار وتريد أن تشرح لك شيئا بالقرآن ذاته كما نفعل عادة في التدبر كيف آية تفسر آية فكي يفسر لك ما معنى لو قال لك مثلا وإن كانت واحدة فلها النصف وسكت ولم يقول مما ترك أو ما ترك فلكي يفسرها لك فأتى بعبارات أخرى فصلها واختصر هنا العبارة أي بما أن الآيات دائما عندما تجعل الحصة معرفة بأل فدائما لو أكملت بعدها شيئا فحصريا تكمل بقوله مما ترك هذا يعني أنها حتى لو لم تكمل فالمعنى هو ذاته أي أن تلك العبارات تشرح هذه العبارات المختصرة إذن عندما نقرأ فلها النصف أي حصريا النصف مما ترك وليس نصف ما ترك لأن ما ترك دائما لا تأتي معها معرفة بأل فهذا واضح تماما وهذا هو تفسير سؤالكم ولن نطيل عليكم اليوم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر